السلام عليكم دونالد ترامب الرئيس السابع والاربعون للولايات المتحدة يعود بقوة ليتربع على عرش البيت الابيض للمرة الثانية بعد فوز ساحق على منافسته الديمقراطية كمال هاريس وانتزع الجمهوريون السيطرة على مجلس الشيوخ ما يعني ان قرارات ترامب ستمر دون اي تعراقين ترامب اللي اصبح ثاني رئيس فوز بالرئاسة لفترتين غير متتالية حقق اعظم عودة سياسية بالتاريخ الحديث للولايات المتحدة الامريكية كيف لا وان فوزه جاء بعد تعرضه لمحاولتي اغتيال واربع لوائح اتهام وادانة جنائية قد يسجن بسببها في السادس والعشرين من نوفمبر المقبل يوم معرفة الحكم القضائي على المستوى الداخلي اللي مر بحالة انقسام غير مسبوقة يترقب الامريكيون بحذر سياسة ترامب ازاء ثلاث قضايا رئيسية وهي الاقتصاد والاجهاض والهجرة وجديته من عدمها بشأن الوحدة وركن الخلافات جانبا فيما جاء فوز ترامب كالصاعق على شريحة واسعة بسبب خطابه الحاد ضد المهاجرين اما السياسة الخارجية فقط شكل فوز ترامب وعودت الى السلطة بمثابة كابوس سواء بالنسبة لحلفاء الولايات المتحدة او لاعدائها فقاد الدول العالم سارعوا الى تهنئة ترامب لكسب ودة حتى قبل اعلان النتائج الرسمية في ظل مساعيه الرامية الى اعادة الاحترام والردع للولايات المتحدة على المسرح العالمي بعد تراجع دورها في حقبة بايدن بالنسبة لاوروبا وحلف الناتو رغم ان هاريس لا تحمل صفات معروفة وكأن عملها يقتصر على تقديم المشورة سابقا الى بايدن لكنها افضل بكثير من ترامب الذي يصعب التكههم بقراراته يخشى الناتو من ان تؤدي ولاية ترامب الثانية الى انسحاب الولايات المتحدة من الحلف ويتوقع ان يكون ترامب اكثر تشددا مع الصين المنافسة الرئيسية لامريكا من الناحية الاقتصادية وحتى السياسية اما ما يخص الحرب الروسية الاوكرانية فقط تعهد ترامب بانهاء هذه الحرب قبل تنصيبه رئيسا لامريكا في العشرين من يناير عام خمسة وعشرين لكن ماذا بشأن الشرق الاوسط ترامب وفي خطاب النصر الذي القاه من ولاية فلوريدا اكد انه لن يبدأ الحروب بل سيقوم بانهائها وهذه عبارة كررها ترامب في الايام الماضية كثيرا لكن لا احد يعرف الكيفية التي سينهي فيها ترامب حرب اسرائيل على غزة ولبنان وحتى المواجهة المباشرة بين اسرائيل وايران البعض يرى ان من السابق لأوانه التكهم برؤية ترامب بشأن حروب الشرق الاوسط وازماته لكن الثابت ان ايران ومحورها سيكونان الطرف الاكثر تضررا من مجيء ترامب كون ادارة بايدن سارت على خطأ اوباما في سياسة استرضاء ايران واقناعها بالمسار الدبلوماسي على عكس ترامب في ولايته الاولى اللي شهدت الانسحاب من الاتفاق النووي وخنق تهرام بعقوبات قاسية ومحاصرتها اقتصاديا وعدم التردد في اللجوء الى الخيار العسكري من المرجح جدا ان يسير ترامب على نفس الخطأ في ولايته الثانية حياكم الله حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام لمناقشة ملف حلقتنا لهذا اليوم اراحب بضيوفي الاكارم الدبلوماسي الايراني سابق من طهران السيد هادي افقهي حياكم الله امرحام بك الساد هادي ايضا معنا الساد العلوم السياسية دكتور عصام الفيلي من بغداد حياكم الله مرحبا بك دكتور عصام ايضا معنا الباحث في الشأن السياسي من واشنطن دكتور رمضان البدران حياك الله دكتور رمضان أبدأ بسؤال مشترك للضيوف الأكارم وأتمنى الإجابة بدقيقة وقال من دقيقة من عدا نيتنياهو اليوم سعيدا بمجيء ترامب وفوزه بالرئاسة الأميركية أبدأ معك أستاذ هادي تفضل بسم الله الرحمن الرحيم أحيك والضيوف والمشاهدين العزاء هناك الكثير ربما فرحوا بفوز ترامب وعلى رأسهم كما تفضلت حضرتك نيتنياهو ولكن الأمور في خواتمها أنه كيف سيتعامل ترامب مع القضية الفلسطينية والتعامل مع الشخص نيتنياهو وهذا التيار اليميني المتطرف هناك دول مطبعة طبعا قلقت كثيرا بعد عملية طوفان الأقصى وتوقفت المحادثات مع بعض الدول الأخرى التي كانت في طور التطبيع وتوقفت عملية التطبيع بعض الدول الخليجية أقصد بها فكذلك هناك ربما عملاء في المنطقة ربما بعض الدكتاتورين في القارات الخمسة تحت السيطرة الأمريكية فهذه هي تقريبا المجموعة التي ربما فرحت بمجيء ترامب ولنرى كيف سيبدأ مهمه وما هي أولوياته طيب خلنا نتقل لدكتور عصام رحبك من جديد دكتور عصام وسؤال لحظتك ذات السؤال أسألك من اليوم عدا نيتنياهو من وجهة نظرك سعيد بفوز ترامب نعم في البداية تحيي لك أستاذ علي والي طيفين الكريمين أنا أعتقد هناك فرق ما بين مهنئ وما بين فرح من الناحية الدبلوماسية هناك عدد من برقيات الدبلوماسية الدكتور عصام وبالنصب أمار دقاطعك بالبداية لكل هنة حتى قبل الإعلان الفوز الرسمي لترامب لكل هنة بلا سيطناء الجميع نعم بالتأكيد نحن نتحدث عن دولة كبرى دولة عظمى وبالتالي نتحدث عن رئيس أكبر دولة موجودة في المنطقة يستثنى من هذه الدول التي امتازت بتقاطعات كبيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية بل أننا نجد أن هناك حتى من فرح في هذا الاتجاه ليس بضرورة أن يكون عميلا قد يكون لديه رغبة أن يجد حلا لموضوعة أحداث غزة وأحداث لبنان خاصة أنه طرح فكرة وهي مؤداها يجب أن تقف الحرب في غزة ومعالجة أوضاع لبنان وهذا على أساسه تم انتخابه من قبل العرب الموجودين في الولايات المتحدة الأمريكية طيب أنتقل دكتور رمضان حياك الله دكتور تفضل الإجابة لحضرتك حياكم الله أستاذ علي وحيا الله أستاذين الضيفين الكريمين والجمهور أنا أعتقد أنه كل من يبحثون عن خروج من حالة الانسداد وحالة التوتر وحالة القلق في المنطقة التي أدت إلى كل هذا الدمار سيكونون سعداء بأي بداية أخرى جديدة مختلفة أنا أعتقد ترامب سيكون بداية جديدة وقطعة ستكون مختلفة وترامب بمجيه هذا يعني هو أكثر حكمة وأكثر عقلانية وهو واقعي ابتداء منذ تجربته السابقة وبالتالي هو فرصة لكل المنطقة إذا لم أقل العالم لعادة بناء ملفاتها بشكل أفضل ويكون الجميع قد تعلم عن التجربة السابقة ولعل الشرق الأوسط ليست إثناء أتمنى أن تكون إيران وهي المتاح حل في هذه المنطقة أن تكون أيضا لديها فرصة لعادة النظر في سياستها وفي النتائج التي جاءت بها سياستها في المنطقة وبالتالي أتمنى لها أن تكون هذه الفرصة أيضا فرصة لعادة إيران لا هي فرحة ولا هي هنت بفوز ترامب لكن أنا أعتقد حريئا تفرح لأن ترامب رجل سهل رجل صاحب قرار حالة التسويف التي عاشتها إيران مع الديمقراطيين كانت مضرة بإيران أنهت إيران إلى انسداد أنهت إيران إلى عزلة وبالتالي في ترامب هناك فرصة للحوار ترامب رجل شجاع حاول كل خصومة بكل أرياحية وهو دوما يدعو إيران لحوار وأنا وافق أن بلد مثل إيران عن نسبة لترامب لو فتح لعه معه الأبواب سيكون بلد ذو اهتمام في ظل الدعم المطلق الذي قدم ترامب لنتينياهو يمكن من الصعب تحقيق ذلك دكتور رمضان عفوا في ظل الدعم المطلق الذي قدم ترامب لنتينياهو ومشروع التوسعي من الصعب يمكن تحقيق كل ما حضرتك جاء تتحدث به يوجد تقاطع اليوم بالمصالح على أقل تقدير لا أولا دعني أيضا نكون أكثر راقية ترامب جاء بفكرة أخرى للشرق الأوسط تختلف عن الموروثة التي ورثناها بال75 سن ترامب يطرح فكرة الدخول للأمور ميا الخارج إلى الداخل ميا العموميات إلى الداخل ميا المشتركات إلى العقدة مؤاني دكتور إذا تسمح لي سأتحدث عن كل هذه التفاصيل خلال حلقتنا لهذه اليوم بس أرجع حتى أقسم الوقت لحضراتكم بالتساوي أرجع لي ضيف إذا تسمح لنا دكتور رمضان أستاذ هذا السؤال لحضرتك أردسل هنا من ناحية أخرى شنو اللي راح يتغير في سياسة إيران الخارجية بعد فوز ترامب بعيدا عن التغير اللي راح يحصل بالسياسة الخارجية الأمريكية على صعيد إيران شنو اللي راح يتغير يعني نحن خبرنا كل الرؤساء سواء من الحزب الجمهوري أو من حزب الديمقراطي أنهم لهم عداءات ثابتة ولا تتغير لأنه ليس في هذا الموضوع بالذات هم أصحاب القرار النهائي وإنما هناك مراكز قرار أخرى مثل الكونغرس وكذلك الدولة العميقة التي هي أوسع شأنا وأكثر اختيارا ممارسة ضد الجمهوري الإسلامية ومن هنا قبل أن يترك البيت الأبيض السيد بايدن وقع عقوبات حالة الطوارئ ضد الجمهورية الإسلامية وكذلك كان سلفه ترامب ومزق الاتفاق النووي وكذلك قبله كان أوباما بالرغم من أنه وقع الاتفاق النووي ولكن قبل خروجه من البيت الأبيض وقع على عقوبات حالة الطوارئ وهكذا دواليك إذن العداء الأمريكي ضد الجمهوري الإسلامية ضد الثورة الإسلامية ضد محور المقاومة عداء إيديولوجي عداء جيو بوليتيكي وعداء ذاتي في الحقيقة إذن نحن لا نختار ولا ننخدع بما ترسله من داخل الولايات المتحدة الأمريكية من رسائل سواء على مستوى زعامات أو على مستوى مسؤولين مرموين على مسؤوليات عالية أسكرية أمنية أو خارجية وجودك اليوم مهم جدا من خلال حضرتك نريد نفهم اليوم السياسة الإيرانية كيف تفكر بعد هذا التحول يعني كل الأنظار كانت متجهة إلى هارس حتى سيطلعت الرأي واللي شفناه وتابعناه خلال الشهر الماضي على أقل تقديرية كانت مع هارس لكن تحول مفاجئ كان واكتساح كبير لترامب أنا اللي أريد أن أعرفه من خلالك أستاذ هادي يعني إيران تفكر بطريقة تالية ما عدها مشكلة سواء بمجيء الديمقراطين أو الجمهوريين خلاص هي عدها مشكلة مع السياسة أمريكا العدائية تجاه إيران هي تتعامل على هذا الأساس لكن أنت حظرتك شفت المقدمات التي أعطاها ترامب خلال الحملات الدعائية ذكر بالنص بأنني ما سأبدأ بالحروب وإنما سأنهي هذه الحروب في المنطقة هذا ما يطمن إيران يعني ليست كل الحروب عسكرية أستاذ علي الحروب ليست كلها عسكرية الحروب الاقتصادية ما زالت الحروب الدبلوماسية ما زالت موجودة الحروب السيبرانية الحروب الحقوقية الحروب الأمنية ما زالت موجودة إذن العبرة في التطبيق العملي وليس في الشعارات أو في الوعد التي يطلقها هذا الرئيس أو ذلك الرئيس طيب خلينا نتقل لدكتور عصام دكتور يعني شرح تبدو ولاية ترامب الثانية من وين راح يبدأ؟ من وين راح يبلش؟ في ظل كل هذه المشكلات هسا داخليا معروفة المشكلات الأبرز اللي هي الهجرة والاقتصاد والإجهاض وما شابه ذلك لكن خلينا نتحدث في ما يخصنا احنا كشرق أوسط بصورة عامة من وين راح يبدأ؟ من وين راح يبلش؟ بعد الوعود اللي قطعها على نفسه في الحملات الانتخابية يعني أنا أعتقد بالنسبة للإدارة الأمريكية لديها هناك جملة من التحديات في منطقة الشرق الأوسط الإدارة الأمريكية تنظر إلى طبيعة الأوضاع والقدرات في منطقة الشرق الأوسط كصورة كاملة متكاملة فهي تقول أن السعودية وإيران يمتلكون ثلث الاحتياط النفط العالمي إضافة إلى امتلاكهم خمس الغاز العالمي وفي هذا الاتجاه الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن ترسم خارطة طريق لموضوعة خلق استقرار في المنطقة شكل وطبيعة هذا الاستقرار بالأساس يقول يخضع إلى أزمة ثقة فمثلا أن إيران في بنيتها كنظام سياسي امتاز بتقاطعات مع الولايات المتحدة حتى قبل قيام الثورة في 1979 وبالتالي هي ترى أن العدو الأكبر بالنسبة لها الولايات المتحدة ووصفته بمعبارة بين مزدوجين الشيطان الأكبر ولكن يبقى السؤال هل هناك تغيير في طبيعة صانع القرار السياسي في الإيران بطريقة بعد تغير الوضع العالمي كله بعد اتخاذ كثير من دول المنطقة استراتيجية التطبيع بعد توقيع التفاقية والرؤية التي طرحها يقول لك لا يوجد فرق سواء ديمقراطي أو سياسة عامة عدائية أمريكية موجهة إلى إيران ونتعامل مع هذا بالدرجة الأولى يعني أنا أعتقد إيران أيضا لديها مخاوف هي تدرك أن أي تماهل أو دعني أقول أي محاولة للتراخي من تشددها تجاه الولايات المتحدة أن يجد النظام السياسي في إيران وضعا لوضع مشابه للعراق حينما كان العراق في ظل حكم صدام حسين ولذلك هي مثلا لن تسمح بالتراجع عن برنامجها النووي تدب باتجاه صناعة الصواريخ متقدمة خلقت ظروف في موضوعة شبو الاكتفاع الذاتي في هذا الإطار كل هذه المخاوف موجودة على طاولة أقول صنع القرار في إيران هذا كله أنا أقول إذا كان هناك من الممكن الوصول إلى تفاهمات لكن الوضع الآن دخل عليه أحداث جسام متمثلة بموضوعة غزة وكذلك موضوعة لبنان وطبيعة الإصرار الإسرائيلي في موضوعة التصعيد أعتقد هذه واحدة من أهم أسس تعقيد المسألة في المشهد السياسي في المنطقة طيب دكتور رمضان بس أريد أعرف من حضرتك أشوف حضرتك من خلال كلامك سعيد بفوز ترامب متفائل جدا بفوز ترامب والمقدمة التي أعطيتها قبل شوية يمكن كفيلة بفهم هذا الموضوع بس أسأل حضرتك سؤال أنا كعراقي ليش أكون سعيدة اليوم بما جاء ترامب شنو راح يفرقوا إياه سواء جاء ترامب أو فوزة هاريس وبالتالي نعرف الولايات المتحدة شون تنظر للعراق ما تنظر للعراق ربما كبلد ذات سيادة إلى احترامة إلى مكانته بشكل أو بآخر ملف العراق هو تابع لملف إيران على أقل تقدير يا دكتور رمضان فشنو اللي راح يتغير وياه كعراقي حتى أكون فرح وسعيد بفوزة ترامب دون هاريس طبعا جمالا في كل العالم عانت العالم عانا من سياسة أمريكية واهنة خلال أربع سنوات ماضية تركت حالمي الانسداد والتسيب بحيث كل الملفات التي كان يمكن لأمريكا أن تلعب دور فاعل وإيجابي فيها كان دورها سلبي أو ربما دور يعني ظار وبالتالي أي تغيير نتوقع منه أن يكون نحو الأفضل هذا ابتداءا ترامب رجل حازم واضح صادق صاحب قرار جديد وهذا يجعل ترامب أيضا رجل موضوعي يعني يؤخذ عنه على أنه متهور لا رجل موضوعي ولكنه حازم غير دبلوماسي لأنه لم يأتي من بيئة دين الدبلوماسية هو رجل أعمال جاء لينجز مهمة إصلاح في أمريكا أولا من الداخل ثم ترميم علاقتها أو تحسين علاقتها أو إعادة من علاقتها مع الخارج العراق طبعا هو يمر بأصعب ظرف متوقع في هذه المرحلة يعني ابتداءا والأمر معقد أولا العراق في عمق العربي هو أكثر بلد متأثر في قضية القضايا العربية ولا سيما القضية الفلسطينية وفي العراق هناك انشقاق الآن الحكومة الإطار التنسيقي الحوزة كلها تذهب باتجاه أن يكون العراق بعيد عن دائرة التوتر ودائرة التصعيد في ذات العراق نفسه هناك العراق هو حاضنة وفيه قوى تذهب إلى إبقاء التوتر والتصعيد وهي بالتالي تحاكي السياسة الإيرانية إذن في العراق تتغافر إرادتين إرادة وطنية وإرادة إيرانية وإرادتين مختلفتين تماما هذا طبعا يضع العراق في موضوع التوتر وقلق أنا أعتقد ترامب لديه فرصة في إقامة علاقات مع إيران أو تحسين العلاقة مع إيران هذا طبعا يتوقف على إيران ابتداءا يعني دكتور رمضان يعني ما راح الولاية الثانية أو الفترة الثانية لترامب ما راح تكون مكملة لما بدأه ولما فعله في الولاية والفترة الأولى تحدث عن فرض عقوبات انسحاب من الملف النووي ليش راح يجي ترامب اليوم بنفس ثاني وإحنا دد نشهد تصعيد ومواجهة مباشرة ما بين إسرائيل وإيران على أقل تقدير لأن ترامب سيأتي في هذه المرحلة ليغلق الملفات التي فتحها ابتداءا على سبيل المثال مع إيران هو فتح إعادة نظر في كامل العلاقة مع إيران وعلاقة إيران بالمنطقة العربية في الخليج في دورها في قضية التوتر والتصعيد في القضية الفلسطينية وبالتالي هو يريد أن يغلق هذه الملفات وأن يجعل من إيران جزء مكمل ومتعايش مع المنطقة المنطقة لا تمنح إيران براء الذنب كاملة الخليج متوجس من إيران الدول العربية التي تدخلت فيها إيران من خلال حالة المقاومة في الحقيقة ضررت كثيرا وفي داخلها حصلت تصدعات وازدواجيات كبيرة هذه الدول أيضا تريد أن تنهي حالة التصدع في داخلها وحالة التناقض في داخلها فإذا عملية أقول المحاكات الوضع الإيراني هي مفتاح الحل في المرحلة إذا استمرت إيران في فكرة التسويق والمماطلة لأجل تطويل عملية التباحة مع أمريكا فالجميع ليس بخير وحتى إيران أعتقد سوف تعاني من انسداد أكبر يوم أمس تعهد قبل الفوز وقبل إعلان النتائج ترامب نفسه ذكر بأنه سأعمل جاهدا على منع إيران أن تمتلك سلاح نووي هذه البارضة المشكلة في الخطاب الإيراني ليس المشكلة في السلاح النووي باكستان تمتلك سلاح نووي بدون إذن دولي المشكلة في الخطاب الإيراني والمشكلة الكبرى أن الغرب ترك الإيران أن تصنع النووي وترك لها أن تصنع الباليستي لمدة سنة ما يريد خطاب الإيراني دكتور أفوا الخطاب الإيراني خطاب متوعد في الأدوانية ضد إسرائيل ومحرض على الأدوانية ضد إسرائيل وبالتالي هذا يخلق قلق في المنطقة هذه المسألة وعندما وصلنا على المحك الخطاب الإيراني لم يثبت أي من هذا يعني اليوم لدينا ثين ونصف مليون عربي مسلم مهجر وإيران تقول إن لابت تضربني إسرائيل أنا لا أضربها فما الفائدة من ذلك السلاح إذن اليوم إيران الإيران يعني أثبتت أن السلاح لديها سلاح دفاعي فحسب ولكنها في ذات الوقت حث المنطقة على الهجوم وعلى التصعيد وهذه المشكلة ازدواجية الدور الإيراني أنهك المنطقة قبل أن يهنفت أمريكا وقبل حتى أن يهنفت إسرائيل إذن إيران أتمنى أن متبنياتها قبل 45 سنة تحتاج إلى التحديث بما يصبح في مصلحتها هي بلعظيم خلينا نشرق السادهادي بهذا الكلام وصلت وبعض الأمنيات التي حضرتك ذكرتها السادهادي سماعت إلى كلام دكتور رمضان البدران يعني اليوم متحدث باسم الحكومة الإيرانية ذكر أن الانتخابات الأمريكية أمر لا يعنينا بالتالي دكتور رمضان مثل ما سمعت حضرته وكلامه يقول لك المشكلة بالخطاب الإيراني بالنوايا الإيرانية هو قبل لا يكون موضوع سلاح نووي وما شابه ذلك تفضل السادهادي أنا أعتذر لم أسمع كلام السيد رمضان مع الأسف إلا هذه العبارة أن أنت نقلتها فيما يتعلق بالمشكلة في الخطاب الإيراني سادهادي في ظل وجود مبادرات للتهدئة ما آني الأوان أنه تغير إيران من نبرتها من حدتها من كلامها التصعيب لا لا عفوا السيد علي ساد علي يا ساد علي فضل يا ساد علي فضل سادهادي قلت أنا لم أسمع كلام السيد رمضان هل قال هذا الكلام أنه الخطاب الإيراني هو المشكلة نعم نعم قال هذا الكلام هذا الكلام طبعا هو مردد عليه بعدة أدلة أولا العداء الأمريكي لإيران ليس له علاقة بالجمهور الإسلامية والثور الإسلامية وإنما قبل الثورة الإسلامية تدخلت أمريكا وأسقطت حكومة السيد مصدق الذي كان هو صديق لأمريكا وليس عداء ولا كان ولي للفقيه ولا كان يمتلك كما يسمونه شركاء أو أدرع محو المقاومة وما كان يمتلك قوات القدس وما إلى ذلك مصدق كان رجلا لبراليا وصديقا للغرب وخصوصا صديقا للولايات المنطقة الأمريكية لماذا أسقطت أمريكا الحكومة التي الحكومة الوحيدة التي انتخبت من طرف الشعب يعني جاء به أصوات مباشرة وتصويت مباشرة من الشعب أي هذا الموضوع الأول الموضوع الثاني منذ انطلاق الثورة الإسلامية إلى يومنا هذا أمريكا تهدد أمريكا تختال أمريكا تتوعد أمريكا تعاقب وأمريكا بأعلى صوتها سواء السيد ترامب أو السيد جورج بوش الأبن كانوا يشتموننا يتهموننا أنه إيران محور شر ونحن سنغير النظام إيران تغيير بعد أن عجزوا عن تركيع إيران تغيير اللهجة قالوا لا نسأل تغيير سلوك إيران وليس تغيير النظام إذن في كل المؤامرات في كل الحروب النفسية الدبلوماسية الاقتصادية العسكرية وعلى رئيس اغتيال قادة النصر بأمر مباشر مترام وهو الآن مدان وتلاحقه في الحقيقة المحاكم الإيرانية في المحاكم الدولية كلها عدائية إذن على ماذا نتكل كما تفضل السيد رمضان ويعتب على إيران أنه الخطاب الإيراني يجب أن يتغيير هل يريد مننا أن نتصلح مع إسرائيل كيصبح الخطاب خطاب جيدا أنا أقول وأخاطب السيد الرمضان العزيز إذا كان حقيقة هو الآن سعيد بانتخاب وفوز ترامب ويريد أعادة العلاقة مع إيران القضية بسيطة فليبدأ من الرجوع للاتفاق النووي ورفع لقوبات لأن هذا الاتفاق النووي كان ورقة دولية وليست اتفاقية بيننا وبين الولايات المتحدة وهذا شيء من سبع المستحيلات ورقة دولية تحت طائلة ترامب الانسحاب من الاتفاق وليفرض عقوبات خانقة على طهران هو صرح بالأمس صرح بالأمس بأنه سأسعى جاهدا لعدم أن تمتلك إيران سلاح نووي وأيضا صرح أول أمس بأن سياسة بايدن الخرقاء يمكن وصفها بهذه المفردة هي من جهلة إيران تارية رغم العقوبات هذه كذبة هذه كذبة هذه كذبة وقحة لأن أساسا من الأساس وبإقرار وكالة الطاقة الذرية أربعة عشر مرة اعتربت أنه إيران ليست في وارد إنتاج سلاح نووي إذن هم يعاقبوننا بما لا نفعله أخي العزيز فنفهم ما نقول إذن موضوع السلاح النووي محرم شرعا ولا جدوى من صناعات السلاح النووي هذه الآن إسرائيل تمتلك سلاح نووي هل قضت على حماس هل قضت على حزب الله السلاح النووي لا يجد نفعا وليسنا بحاجة إليه ولكن هذه شماعة يريدون ضربنا ويريدون في عقوبتنا بما لم نرتكوب من أي خطيئة طيب خلينا نتقل دكتور عصام متغيرات ستكون هواي ومعروف على ترامب هو رجل المفاجآت وأيضا قراراته دائما لما تكون مفاجئة للجميع وحتى فوزة كان مفاجئ لكن هناك ثوابت تعتقد بأنه من الثوابت أن إيران ومحورها هم الأكثر تضررا من مجيء وفوزة ترامب في هذه المرحلة تحديدا يعني كلمة مفاجآت أكاد أضع عليها تحفظ ودعني أقول حتى موضوع خسارة ترامب في يعني إحنا ما فاز بايدين أريد لو كان ترامب قد فاز دورة ثانية لكان الآن من الثابة والبديهي ترامب في حالة المغادرة ولكن تسويق بايدين بهذه الصورة ومع العلم كلنا يتذكر كيف أنه سعت كثير من وسائل الإعلام بتارة أن يصربون تسريبات صوتية بايدين يقول أين ماما ما شابه ذلك وكأنه يعني في اللقاءات العامة إذن لا يوجد شيء في العالم يأتي الصدفة نحن نتحدث عن دولة كبرى لديها أقول مؤسسات هي التي ترسم استراتيجية بما يعزز وجودها هذه مسألة في موضوع ما يخص الشرق الأوسط أنا أعتقد من خلال المعطيات أن هناك إصرار وإصرار مضاد هنا نتحدث عن إيران ما زالت مكلومة من قبل ترامب الذي اختال واحد من أقوى الجنرالات الموجودين في إيران على مر العصور وهو قاسم سليماني وكلنا يعلم هو كان يتجاوز البعد العسكري كان عسكري دبلوماسي مهندس لكثير من الأمور السياسية في منطقة الشرق الأوسط هذا واحد إضافة إلى كل هذا أزمة الثقة ما بين إيران وترامب أنا أقولها تعمقت بعد إلغاء الاتفاق النووي خفز زائد واحد صحيح على الرغم من إيران ذهبت باتجاه التقارب إلى الولايات المتحدة حينما ذهبت إلى عقل صفقة بثمانين طائرة بوينغ بمقدار عشرات المليارات من الدولارات في هذا الاتجاه كجزء من عملية تسير العلاقة الاقتصادية إضافة إلى كل هذا المعروف عن ترامب أنا أقولها يكاد يكون يتخذ قرارات مفاجئة يعني من مننا كان يتوقع في يوم الأيام أن يذب ترامب إلى اختيال أكبر شخصية موجود في الشرق الأوسط هذه أولا صحيح كلنا يذكر تماما أن القرار القرار الأمريكي وليس قرارا أمريكيا واحدا نحن نتحدث عن إسرائيل وإسرائيل تمثل أم أبيها فالكل في العالم سواء كانت بريطانيا الولايات المتحدة غيرها الكل يسعى إلى خطب ودها وإسرائيل اليوم تعيش حالة من التهديد الكبير وهذا لم يكن وليدة هذه اللحظة حينما نتحدث بمنطق العلم لكن دكتور عصام التراخي التي شافته إسرائيل من قبل الولايات المتحدة يمكن الآن الوضع اختلف تماما شفت حضرتك ترام في أكثر من مناسبة دعا إسرائيل إلى إنهاء المهمة بالنص إلى إنهاء المهمة في لبنان وفي غزة والعودة إلى السلام يعني خلاص هناك مشروع آخر يعني نعم يعني هذا موضوع الإنهاء ما هو شكله طبيعته وأحيانا نحن نتأثر بالكلام هل أن ترامب يريد أن يقدم الدعم كامل فيما يخص موضوعة إسرائيل بطريقة تؤدي إلى القضاء المبرم على حزب الله هل هو يريد أن يذهب باتجاه أقولها القضاء المبرم على حماس علينا أن نتذكر أن المشكلة ليس فقط في ترامب نائب الرئيس دينفوس هذا الشخصية حينما نعود إلى تحليل شخصيته جزء من القرار يرى بأن المشكلة القائمة في الشرق الأوسط تكمل في حماس وضرورة القضاء المبرم عليها لذلك أقول دائما هناك مبدأ أو في مده الفرنسي يقول الشيطان يكمل في التفاصيل صحيح نحن نتحدث عن إيران التي تريد أن تذهب باتجاه تطبيق مشروعها اللي هو شعار تصدير الثورة والقضاء المبرم على إسرائيل ومواجهة أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تريد أن تثبت هي القوة الأولى الموجودة في المنطقة وأن لا تسمح لا للتبنين الصيني أن يحضر في هذه المرحلة ولا إلى الدب الروسي إذن أن هناك صراع مشاريع نعم أهم مشروع دكتور عصامي تسمح لي أهم مشروع الآن يجب الحديث عنه لي ومشروع الشرق الأوسط الجديد طبعا هذا الاسم العام لكن تعرف حضرتك خلف هذا الاسم شكو هو اتفاقيات تطبيع ليس إلا وهذا هو الهدف الأسمى اليوم المشترك ما بين ترامب ونتينياهو العودة إلى هذه لأنها تضررت كثيرا من جراء هذا التصعيد الموجود بالمنطقة يعني في هذا الجزئية أنا أتذكر يعني دعنا نقول أنا قلت في بداية حديثي الشرق الأوسط يمثل هو رئة الطاقة للعالم كله ولا يمكن للمنطقة وقل نوجه نظر الإسرائيلية أن تستقر إذا لم يكن هناك تطبيع إسرائيل دولة اقتصادية من الطراز الأول وتسعى إلى السيطرة على كثير عبر شركاتها أنا أتحدث وحتى المشاريع التنموية في كثير من المنطقة هي تكاد تكون خطط قد قدمت من مراكز الابحاث الاقتصادية الإسرائيل هذا في حد ذاته يصطدم أساسا مع إيران التي لا تريد أي وجود لإسرائيل لا في منطقة الخليج ولا حتى في الدول المجاورة لإسرائيل هنا أتحدث دعني أقولها بكل صراحة حتى الدول التي ترتبط بانتفاقيات مع إسرائيل هذا كل يعقد المشهد السياسي وبالتالي أنا أرى أن المنطقة الشرق الأوسط مقبلة على شتاء ساخن إذا حدث مستجد في اللحظة الأخيرة طيب خلي أتحدث عن انتقاد إدارة بايدن من قبل ترامب دكتور عصام إذا تسمحوا لي ضيوفي لكارم أستاذ هادي ودكتور رمضان أستاذ عصام سيغادرنا بعد أقل من خمس دقائق حتى نطيل وقت من هسه وباقي الوقت سأقسمه بين حضراتكم دكتور عصام شفنا دائما ما اتقد ترامب إدارة بايدن فيما يخص التراخي في العقوبات الأمريكية قادم الأيام سيعود إلى سياسة الضغوط القصوى الاقتصادية على طهران من أجل على أقل تقدير ربما خلق أجواء مناسبة للذهاب إلى تفاهمات لا بالتأكيد موضوع العقوبات الاقتصادية أنا أقولها من الناحية العملية هي ليست فقط عقوبات مالية أو دعني أقول عقوبات اقتصادية بمعنى هذا كثير منها يرتبط حتى بتزويد إيران أو قدراتها في مجال التطور التقني التطور السفراني وكذلك في موضوع برنامج منظومة الصواريخ والمنظومات الأخرى من الطائرات المسيرة وكل هذه الضغوط التي يعني برغم أن ترامب ينتقد بايدن في موضوع العقوبات إلا أن بايدن قبل ما يقارب أكثر من ثلاثة أسابيع فرض عقوبات على شركات ما تعرف بناقلات الظل التي كانت إيران تستفيد في موضوع تصدير النفط إلى الصين بمقدار 80 مليار دولار هناك أنا أقولها حزم من العقوبات وليس حزمة عقوبات واحدة تسعى إدارة بايدن أن تكون في متناول يدها خاصة إذا ما علمنا أن المتغير في إدارة بايدن أنه يسعى إلى تجسير العلاقة الأخرى مع روسيا في هذا الاتجاه وبالتالي يحاول أن يفكك هذه المنظومة المتكاتفة المتآخية ما بين روسيا وإيران مقابل أن يمنح حل قضية أوكرانية كلنا يعلم الولايات المتحدة كانت تقدم دعوة أوكرانية نعم سؤال أخير الشتاء سيكون ساخنا على من دكتور ذكرت قبل قليل لا بالتأكيد الشتاء ساخن على المنطقة كلها ودعني أقول من يدفع إلى هذا الشتاء الساخن بالتحديد إسرائيل إسرائيل تريد أن يكون هناك حل جذري لطبيعة البرنامج النووي الإيراني فمثلا دعني أقول أن عندما سئل كبار المسؤولين الإسرائيليين لماذا لا تذهب إلى اتفاق مع سوريا وانسحاب من الجولان قال بدون انسحاب إذا انسحبنا من الجولان علينا أن نتذكر بأن قواعد الصواريخ الإيرانية ستكون في الجولان وسيكون هناك عبادة كاملة لإسرائيل ولذلك البرنامج النووي وبرنامج الصواريخ الإيراني هو أول تحدي بالنسبة إلى نيتنياهو في وقت يجري ما يعرف بدور التصعيد أو دور الانتقام ما بين إيران وإسرائيل طيب أشكرك دكتور عصام الفيلي عندك الاتزام ممكن بإمكانك تغادرنا شكرا جزيلا لحضورك ويانا اليوم وإننا نقاءات أكيد في قادم الأيام منتقلي دكتور رمضان البدران وخلينا أسألك على اللافت اليوم دكتور رمضان أنه مسارعة قادة دول العالم على تقديم التهاني بفوز ترامب حتى قبل الإعلان الرسمي يعني هم استبقوا تقديم التهاني قبل أن يكون هناك إعلان رسمي لفوزه على أقل تقدير بالرئاسة الأمريكية هل هذا يعني أن ترامب يعني هذه مقدمة تعني أنه ترامب فعلا قادر على إعادة الاحترام والردع لأمريكا والذي ذكر هذا الموضوع دكتور رمضان صوتك أي أتفضل أتفضل طبعا ترامب شخصية حركية شخصية فيها دايناميك فيها طاقة فيها تجديد فيها منعطفات يأتي بجديد على عكس حالة إدارة برايدن التي كانت إدارة واهنة مملة مسوفة عاجزة مشلولة العالم يحتاج إلى الدور الأمريكي بشكلنا وآخر وبالتالي الجميع يتأمل في ترامب دورا أمريكيا أكثر إيجابية لم يكن سلبي مثل ما كان هذا أبتداء ولذلك العالم لا تستغرب أنه يتفاعل بترامب لأنه يريد التجديد العالم يمر في أزمات يعني الأزمة أوكرانيا وروسيا هي ليست في مسألة التوتر بين البلدين وإنما هي أزمة تسبب في تضخم عالمي ارتفاع أسعار للمواد الغذائية والمواد الأولية استنزفت أوروبا استنزفت أمريكا الآن كوريا الشمالية لديها 31 ألف مقاتل هذه الأزمة ما كان يجب أن تكون وإن كانت ما كان حريئا تستمر وبالتالي هذا ملف ملف الشرق الأوسط هذا هذا الباب المفتوح لنتنياهو الذي استخفت بكل شيء وكانت السياسة الأمريكية سياسة سلبية تنح ولا تضغط بالقدر الكافي فقط تطرح مشاريع لا قيمة لها لا تأثير لها أكثر من 13 زيارة لأزير خارجي الأمريكي ولا تأثير له هذه الأشياء طبعا تجعل جميع ينتظر جديد من السياسة الأمريكية في المنطقة السياسة بصورة عامة الخارجية ستكون مغايرة لسياسة الديمقراطية دكتور رمضان لكن تطويق السياسة تطويق الصراع عفوا في الشرق الأوسط داخل هذا هو تعتقد المتغير الأكبر في توجهات ترامب لإنهاء الصراع على أقل تقدير في المرحلة المقبلة في المنطقة استراتيجية ترامب التي وضعها أثناء وجوده هي الآتي أنتم يا يهود يا عرب أنتم أولاد عن أنتم كلكم ساميين وبالتالي لنبدأ من الصورة الكبرى التي تربطكم ونذهب إلى الخلافة الصغيرة الذي لاحقا لنحده أنتم أنتم كيهود المسلمين المسيحيين كلنا تحت مضالة إبراهيم لنبدأ من هذه المضالة الكبرى ثم نذهب إلى الداخل لنحل المعضلة بمعنى لنبدأ من المشتركات تحدث عن اتفاقيات التطبيع يعني دكتور رمضان نعم وبالتالي هذه هي مشروع ترامب مختلف 75 سنة كانت المحاولة هي أن نبدأ من حل العقدة الفلسطينية ثم نخرجها الخارج ترامب دخل المدخل المختلف وبالتالي قال لنطوق الأزمة من خلال هذه المشتركات ثم نذهب إلى حل هذه القضية لأن حل القضية الفلسطينية فيه قواعد حل ولكن يقصه التطبيع هذا ما كان يريده وطبعا هذه المسألة استمرت حتى على أحد بايدن والسعودية كانت ضاغطة جدا بمقابل التطبيع أن يكون هناك دولة فلسطينية حتى جاء طوفان الأقصى إذن ترامب سيعود إلى ما بدأه من المشروع بلا شك نتنياهو نفسه لوح بأنه سيقبل بهذا المشروع بعد وقف اطلاق النار في مغازلة للترامب رغم أني أشك أن نتنياهو سيكون جزء من المرحلة القادمة إسرائيليا نتنياهو يعاني من ضغط ورفض كبير وأمريكا تحملت الكثير من نتنياهو ولا أستغرب أن شخص مثل ترامب قومي يقدم أي صيغة سيغيب عن المشهد في المرحلة المقبلة دكتور عفوا بانتخابات أو إسقاط حكومة وهذا جدا وارد في إسرائيل لأن ترامب رجل قومي لم يجامل أوروبا والناتو على عمق إلاقته به أمام المصلحة الأمريكية وبالتالي سوف لن يجامل نتنياهو وإسرائيل على حساب إلاقات أمريكا لكن دكتور ما ننسى إيران ودورها في المنطقة كل المشاريع الاستكبارية المشاريع التوسعية التي قادتها أمريكا بالدرجة الأولى من أفشلها هي طهران وحتى مشروع التطبيع وقطار التطبيع الذي كان يمشي بسرعة هائلة والكل جاء يركب يتوقف تماما بعد الحادثة التي صارت المتمثلة ب7 أكتوبر هذا صحيح وطبعا لكن دعنا نوزع موازين القوى فكرة التطبيع رغم أننا نشمئز منها ولكن دعنا التطبيع هو لليهودي المتعصب والإسرائيل المتعصب أكثر من المسلم التطبيع نحتاجه إلى الإسرائيل المتعصب نحتاجه أكثر لنبدأ في نضع موازنة من مع مشروع التهديئة والاستقرار والانطلاع مشارق أو سط هادئ من هم الضفة الغربية فلسطينية الضفة الغربية عموما الفلسطيني والداخل الإسرائيلي مصر الأردن الخليج عامة وحتى سوريا بصمتها الأخير ومع وجود روسيا لا أعتقدنا سوف لن تنخرط لبنان ما عدا حزب الله إذن لم يلقى أحد إلا فصال المقاومة وإيران هذا لا يوجد توازن يعني مشروع الفكرة في إنهاء التوتر والشروع بشرق أوسط مستقر هذه الفكرة سيلتفح إيراني لأفشلت مشروع التطبيق سابقا غير قادرة على إفشاله في المرحلة المقبلة أستاذ هادئ سؤال لحضرتك أستاذ علي أكمل فكرتي رجاء أرجو خلك من الفكر باختصار حتى أنتقل أستاذ هادئ باختصار لأنه أنا تكلمت عن كفة ولم أكمل ما هي الكفة الثانية الكفة الثانية هي إيران إيران مستمرة على أنه تعتقد أنه لا حل إلى اللابحة الجذري والحل مع التوتر يبقى التوتر إلى أجل غير مسمى ما أريد قوله في النهاية إيران تحتاج إلى مراجعة لأن ملفات كثيرة بدأت تذهب من يدها إلى الآخرين ولا يمكن لها أن تبقى غريبة بعيدة منعزلة خصوصا أن الفصائل المحزوبة عليها بدأت تضعف في كل مكان وبالتالي أنا أعتقد إيران بحاج إلى مراجعة جدية لقراءة جديدة العراق وإيران دخل حق 8 سنوات والزمن كان كفيد بها هذه الحرب فالزمن له تأثير لا يجب أن نبقي التوتر مع أمريكا مفتوحا بين إيران وإيران إلى الأبد هذا يضر الجميع وإيران خاصة بفوز ترامب تكون سياسة استرضاء إيران تماما قد انتهت الآن دخلنا مرحلة جديدة أستاذ هادي جاءت سياسة الردع هل إيران مستعدة للمرحلة المقبلة؟ يعني إيران لا تريد توسعة الحروب وتشضي ما يجري الآن في الداخل الفلسطيني أو في الجنوب اللبناني ودعت إلى ذلك من خلال تصريحات متكررة ومتعددة أولا للسيد بزيشكيان رئيس الجمهورية في عدة خطابات في لقاءاته في زياراته خارج البلد في لقاءاته خصوصا في الرحلة الأخيرة إلى نيويورك واللقائه بكثير والرؤساء والوزراء ورؤساء الوزراء أنه نحن لا نريد توسعة الحرب هذا أولا الموضوع الثاني أنه المشروع التوسعي الأمريكي هو ضد كل مصالح المنطقة وليس فقط ضد إيران أن إيران تستطيع أن تدافع عن نفسها ولكن عندما تهدي أمريكا هذه القنابل الطازجة والذكية لقتل قادة المقاومة والمقاومة تدعو إلى الحوار يعني أكثر من 12 جولة قامت بها حماس سواء في دوحة قطر أو في قهرة مصر ولكن يقلب الطاولة كل مرة ناتنياهو لأنه لا يريد إيقاف هذه الحرب وكان يتمنى هذه اللحظة التي يعلن فيها عن فوز السيد ترامب ويتصور أنه السيد ترامب يمتلك عصى سحرية وبهزة عصى ستخنع كله في الحقيقة له كل المنطقة هذا وهم هو ترامب بنفسه عندما كان في عزق قوته والمشهر المنطقة لا تشهد مثل هذه الإصدامات وهذه المشاكل وهذا الوضع المتشنج قال بنفسه يعني أربع مرات أنه نحن صرفنا أكثر من سبعة لون دولار في منطقة الشرق الأوسط ولكن كل مشاريع نبقت بالفشل واليوم يأتي ترامب ليواجه مشاكل أعقد وأصعب بكثير من رئاسته الأولى والذي كان هو فيها في الحقيقة رئيسا للأربعة وخمسين الرئيس في الحقيقة للولاية المتحدة الأمريكية صاد هادي إذا تسمح لي حتى شخص أكثر لكن عندما يعتدى عليها كالضربة الأخيرة التي وجهتها إيران أكيد تروا إيران على أي اعتداء ولا كانت طلقة واحدة إيران التي أوقفت مشروع التطبيق من خلال 7 أكتوبر والهجوم على إسرائيل وتل أبيب تحديدا هي غير إيران اليوم نحن جاء نتحدث بمرحلة جديدة تماما جاء نتحدث أمام الصفافات جديدة تماما حتى وضع إيران ومحورها محور إيران اليوم تم تكبيل وتقييد إلى حد كبير جدا تفضلوا يقيدوه مو مشكلة ألم يذهبوا إلى حماس يقيدوها ويدمروها ولحد الآن عجزوا عن إطلاق سراح رهائنهم المئة وعشرة ألم يذهبوا إلى الجنوب اللبناني كي يحروه ويصلوا إلى شمال ليطاني واليوم بدأت في الحقيقة أوائل القتلى في الحقيقة في الجنوب اللبناني اللي العوائل الإسرائيلية أنه أنقذوا أبنائنا وبدأت في الحقيقة الألوية تنسح من الجنوب اللبناني يا أخي مرة نتحدث شعارات مرة الواقع الميداني هو الذي يحكم وأنا أقول لك أي اعتداء سواء كان من الجانب الإسرائيلي هذه المرأة التي سترد عليه إيران أكيدا سنشهد إن شاء الله ربما بالقريب العاجل عملية الوعد الصدق الثة حتى بأت فوز إسرائيل كي لا تعتدي مرأة هل لا تزال إيران تريد الرد بقوة هاي هاي نقطة مهمة تبع تفوز ترامب بكل تأكيد طيب ماذا يا أخي خلينا من ترامب هذا حق إيراني يكفله الدستور والقانون الدولي إنه إذا أعتدي عليكم وفق المنشور الأمم للمادة 51 تستطيع أن ترد وليك الحق أن ترد دكتور رمضان سمعت وماذا يعني ترامب أصلا خلاص الرد قادم وهناك يعني تجهيز كبير جدا لهذا الرد وراح يكون رد يحفظ لإيران قوة الرد على أقل تقدير وستكون حتى موقع أكسيوس البار حنشر بأنه العراق أيضا وصلت صواريخ من إيران صواريخ باليستية وراح يكون الرد مو فقط من إيران ربما من بلدان عدة من ضمنها العراق إمكانات إيران بالرد على إسرائيل كانت واضحة ولو كانت إيران لم تبلغ إسرائيل بموعد الضربة لكانت يعني أضرت إسرائيل كثيرا وبالتالي هذا الشكل الجديد القوي الذي يمثل معادلة مهمة مع إسرائيل كيف نوظفه هل سينتهي هذا في مناكفات مستمرة وتصعيد مستمر من أجل إثبات القوة أم يتم توظيفه سياسيا لمعادلة جديدة في العلاقات يعني لمصلحة إيران ولمصلحة المنطقة في أن تشعر إسرائيل أن هناك قوة مكافئة لها ونوظف هذا سياسيا بكتور أنا لا أريد قاطعك لأنه حتى الوقت قبل لا ينتهي يعني ما أقصد بختم هذه الحلقة حتى نوصل هذه الفكرة ما سيتغير شيء ما سيتغير فاز ترامب الوضع باقي على ما هو عليه حتى سياسة الرد والرد المقابل مستمرة ما هو شيء راح تغير أستاذ علي الأمور بيد إيران إذا إيران أرادت أن تطوع إمكاناتها للقضية السياسية فإيران والمنطقة نحو التهدية وبخير إذا إيران استمرت بهذه اللغمية التصعيد فنحن طبعا أمام توتر لا نعلم أين سينتهي ولكن هناك عدم تكافؤ بين ما تريده إيران وبين من تعتمد عليه في إمكاناته الواقعية وبين الاصطفاف الآخر في الطرف الآخر هذه هي الإشكالية في القراءة الإيرانية لدينا إذا لم تحدث فأتقد أننا لسنا بخير طيب الوقت عندي انتهى وما أعرف حقيقة السيد الدبلوماسي الإيراني السابق سيد هادي أفقه يغادرنا بدون أن يذكر هذا الموضوع وليستأذن كان من المفترض أنه يبلغ بهذا الموضوع قبل مغادرته وهذه كل سيمار تفارغ يبدو أنه كلام حضرتك أزعجة دكتور رمضان البدران أنا أشكرك جزيلا شكر الباحث في أشيان السياسي موشنطن دكتور رمضان البدران شكرا جزيلا لأستاذ العلوم السياسي الدكتور عصام الفيلي شكرا لكم مشاهدين الكرام نلتقي لسبوع المقبل